ما دخلتوش مستشفى ليه يا نوح؟ ما عنديش استعداد حد يزيني في سعيد ولا يلي ودرعي بيه بس انت كده بتقزي هو؟ تيه اللي جابك؟ طبعاً انت بتسألي السؤال ده ومستني الإجابة اللي ترديك معيني عملت اللي انت عاوزه وروح تسلمتي نفسي لسيف العزاز عشان هتأكد ان هو اللي ورقة لفيروس اتفاقنا كان انك تسلميني رابط سيف مش تستني لغاية ما البوليس يبقض عليها كنت عايزة تأكد من الحقيقة عشان كمان مصيره ما يبقى زي مصير توحيد وغيره واكيد كنت هسلمه لك في الوقت المناسب وعشان كمان ما يقزكش يا نوح يعني انت اللي هتحميني من سيف انت محتاج حد يحميك من نفسك ودي حاجة محدش يعرف يعملها غيرك بقولك يا ليلة انا عارف كويس او انه مفيش جواك يرنوح بسيبك بقى من كل الكلام اللي انت قلتي في الاول ولو كنت فعلاً جاية عشان خاطر سعيد قطر خيرك فيه جديد في موضوع الحج عوض السلموني مين اللي هو لهم موضوع بما اننا متفين ان احنا على الحلوة والمرة مع بعض كنت لازم تعرفوا كل حاجة فيه اخبار مش كويسة ايه؟ القصر يا تد في قدناغنا ولا ايه؟ ايه ابني الكلام اللي انت بتقوله ده؟ استنى يا دهم لو سمحت عايزين نفهم في ايه انت لما بطلتش طريقتك دي مش هتقعد معاه في قعدة تاني صحيح كبير صحيح قول 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 لا مش هتكلم تاني قول العلاف ازمة ملية كبيرة وصدر قراره بتجميد مرصدتنا كلنا طيب القرار ده صدر امتى؟ وايه سبب يعني؟ واضح كده انا فيه مؤمرا جدنا على العلا بس ان شاء الله تتحل قريب طول ما انت ماشي في الاعدل ربنا مش هيكرمك ايه اللي بتقوله ده يا ابني؟ صانية واحدة يا اسمين انا سمحت شيء زمان بيقول ان الفلوس بلوة فلوس بلوة بلوة ما بتجيش غير من السكة الشمال واحنا بطلنا الشمال يا ده هو ده بقى اللي هيجيب لنا الفقر هو ده اللي هيجيب لنا الموت لا انت بتقوله بس كده عشان رجلك وجعيك اللي انت بتقوله ده يبقى اوي يا اده لا والله الصلاة بصراح بقى مش داخل عليها سكة الارصدة والبرصات والكلام اللي انا ما بفهموش ده حاس ان الحكاية دي كلها مصلحة انت عايز يعيدي اده هم زين العطار اللي قتيم الله ارحمه انت معرضه عايز حق ايه وارس ابويه وانت محدش قالك ان العطارين ما بيورثوش الحدوتة دي اسمعتها كتير قبل النوم وبصراح بقى متشغلنيش مساحة من دماغي عضو بقى مع بعضكم وحلو مشاكلكم بدوني حق واصلا واصلا لا اسمع بقى لازم تفهم ان اللي سارعلك سارع لنا كلنا انت بخون بقى دي حاجة ترجع لك بس لو دماغك مش يدفع ايه سكة ما اللي اعرف ان محدش فيه نعيب علي ما تحط نفسك في محور كبيرة وانت مش قد امين بتعارفة لو حد عمل اللي انت يا عماتي دا بيحصل في ايه؟ ما تنساش يا نوح ان شغلنا دي انت تعلمتها من بابا ودي بقى شغلتي اللي معرفش غيرها الحدود كانت شغلتك كانت قبل ما انا اشتغلها وانا سبتها عشان كنت معاك وانا لما ما اكون معاك ما بقاش محتاجة اي حاجة تاني من دوني بس دلوقتي وبعد ما تخليت عني كنت عايزنا اشتغل ايه؟ وانا ما تخليتش عنك في الشغل تخليت عني كست ودي بتقتل اكتر يا نوح اللي انت يا عماتي دا بيتدافع في حق عرب حق عرب حق العرب والحكم بين التجار وعدات العرف دي انت اللي بتعملها يا نوح بتعملها عشان هيبتك انت وبس عايز تفضل كبير خلاص اتفعوا له مرة واحدة تمن حاجة اللي انت يا عماتي دا مالوش اي حل عندي غير اني قتلك او تتجاوزيني خلينا الاول نتطمن على سعيد وبعدين ابقى افكر ورد عليك اتهمت باللاحتيال في مشروع عقاري تابع لشركة المشركات المجموعة اتهمت بالتلاعب في البورسة والتهم بغسيل الاموال دا غير مجموعة الاتهمات التغرب الضريبي والجمركي ومحاضر عدم المطابقة السؤال اللي انا عايز اسأله بقى احنا متورطين في اي حاجة من دول لا طبعا هم وبين نسبة له استاذ عيمان راجو ايه احنا مش متورطين في اي حاجة لكن قانونا الناس دي ما بتتحركش وتفتش الى اذا كان فيه بلاغ للنقب العنب ومستندات تسبب تورط هم طب اي ان كان اللي هيحصلها انا مش عايزك تقلق اي خالص كل حاجة تتحلى ان شاء الله عم اسليم يجي ونوعد ونتكلم ونتفهم في كل حاجة بهوتك بردت شاهد انت مش حس ان الحدوطة بتاعتنا غريبة شوية هو انت لو تقصد يعني طريقة تعرفنا على بعض و والماضي اللي بيربطنا ببعضة فهي فعلا اغرب حاجة حصلت في حياتي بس انا بالنسبة لي في حاجة اغرب ايه يعني بنكسبه عارفاني و وعارف الماضي بتاعي وعارف انا فيها ايه وبردو مكمل عادي وقال لي خليني مكملش ما انت كمان عارفني وعارف الماضي بتاعي ومكمل معاي عيني وهو انا المفروض اعمل ايه يعني احسبك وتحسبني على اللي فات لا بس برضو ساعات بحس ان انت يعني بتحاول ان انت بتاع يعني بحاول اقرب منك عشان اعنسى يوسف صح ده اللي انت عايز تقول لا يا عشاد مش ده اللي انا اقصده شاهد انا ساعات ببص لك كده و بقول ازاي بنت ازاي الامر زيك تقو بجنب واحد زي وتقرب مني وبتا احتمي به فلوسك بحاول اقرب منك ومجدودة ليك عشان فلوسك قلت يعني ممكن اطلع منك بقرشين حلمين متهزريش بق او مال يعني هكون بقرب منك ليه مستظرفوك شايفك حد كويس اكيد لا ده وبعمل بص يا شاهد انا مش عارف اولهلك ازاي يعني بس انا يعني مش حسس ان انا ممكن اكون هقدر ان انا يعني طب بس بس عشان انت بتتتخرف قوي في الكلام وبعدين انت نهاردة طلبة معاك دراما قوي بصراحة يعني انا مش مش فاضي يا لده انا همشي همشي تروحي فين همشي بقى سيبك انت مع العفاريب بتاعتك دولت لحد ما تخلصوا وبعدين بتكلمني تاين يالله سلام يا معقد محقد ايل شوية قضايا كل واحدة فين فوادي ازاي بقى تتفتح كلها مع بعض وفي نفس الوقت انا برضو عندي نفس الاستغراب مش ادرافهم ازاي لا هي الحقيقة مسألة مفهومة قوي انت بس يا ياسمين اللي لسه ما عندكيش الخبرة الكافية عشان تقدر يتكتشف الالعيب دي مفهومة ازاي عم؟ اقولك انا بعد اذنك استا السليم اللي خلى الملفات والاضاة دي تتفتح في نفس الوقت هو ان في حد متعمد يعمل كده مش بس كده ده معناه ان نفس الحد ده كان متابع ومخطط وعارف من فترة الله ينور عليك يا باري انا بالاحساس كده شايف ان ده التفصيل الوحيد وفيش غيره الحاجة التانية اللي انا عايز اقولها ان الشخص ده كان موجود في صفقة شر المجموعة الجديدة وانتبعها بردو انت مش قلتلي ان انت كنت بتشتغل في قدارة الشركة للمشروعات اياما ما كانت المجموعة اسمها المتحدة صح؟ صح يا فنة وازاي كنت عارف ان العقود اللي مضتها الشركة المتحدة واللي هي حتتنقل مسؤوليتها للمجموعة الجديدة وكمان كنت عارف ان عليها مشاكل زي مثلا مشكلة عقد بيع العقارات التلاعب اللي حصل ما حصلش في المستندات بتاعت الشركة انت حصل في المستندات اللي موجودة مع الشركة والمستثمرين فبالتالي احنا تلاعنا اللي احنا المختلفين عنه وطبعا كده مع اول بلاغ للنائب العام ومقارنة المستندات هنبقى احنا المتهمين ده لحد ما مكتب الخبر يبط في الموضوع يعني نبقى احنا ماشيين عدل في وسط الناس اللي ماشيين غلط ومع ذلك نبقى احنا المتهمين يا سبحان الله يعني ترجمة الكلام اللي انت بتقولوا دلوقتي ان الناس دول يا اما اتفقوا علينا يا اما يا اما في حد جمحهم واشتراهم وخلهم يعملوا كده طب وبعدين يا جماعة ايه الحل تجميد الارسدة ده هي خليها نضطر نلغي عقود دولية وشروطها الجزائية كبيرة واحنا السيولة اللي معنا ما تكفيش ما تقليش يا اسمين فيش حاجة تلغي ولا حاجة مفيش حاجة ترجع لورا كمانا ناوي تعمليه هتصرف انا انتو قد ترخركم قوي راستوني على الفولة اللي فيها الباقي ده بقية بتاعنا وانا معاك احي شوف انت ناوي تعمليه وانا في ضهرك انت تقول عمرك في ضهر عمي وهو دلم خليني متطمين لا بس الحقيقة شابو يا بريهاني نرسيه يا استيس سليم لو سمحتين مرؤون يا ريت نأجل كلام في الموضوع ده انا مش فاهم ليه كل ما نفتح كلام في موضوع اهلك ده بتقفلي من اول كلمة يا نادا انا محتاج افهم وصدقيني مش هنعمل في الاخر اجر اللي انت عايزاه نادا انا محتاجك تشاركيني افكارك زي ما انا مشاركة كل افكاري وقراراتي انا ما صدقت نسيوني انا عارفة ان انا كنت غلطانة اللي ممشيت وسبتهم زماني بس انا متككدة انهم عمروما يسامحون انت دلوقتي متجاوزة واحد من اهم رجال اللي عمل في البلد انا جنبك وكلمة في كلمة عفا الله عما سلف لا يا مرون انا بويض ما نوصع بقوي مش هيتكل بكلمتين يعني زي ما انت فاكر زي ما انه تبرى مني مش مهيد لما حد بيسأله عليها بيقولهم بنتي ماتت لو سمحت يا مرون ما انت فتحش مع اي كلم في الموضوع ده تاني ماشي انا اسيبك بس انا ما كنتش معتمن نفتح موضوع اهلك عشان اهلك نفسهم انا كنت معتمن شركة التفكير في الحاجة الوحيدة اللي شغل بالك بقى لها فترة المفروض ان انا واحد مش ده كلامك ايو انا عارف اهم قدرة كل حاجة انت بتاعملها عشاني وعارف انك اتغيرت بكت انا اول مرة رحز بكتة في حياتي بس لو سمحت ما اتزعلش بي انا مش زعل منك بس انا هزعل لو فدلت حط حدود ما بيننا وك cul MK ام اوعدك ان الأهم غير قريب اوعدت وا Din